اجتمع رئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصافى مدبولي ووزيري التنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي وعددين من المسؤولين المعنيين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي طلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لتطوير منطقة القهرة التاريخية لسيما ما يتعلق بربط قطعة المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة وتكوين شبكة مساحات خضراء كما اطلع رئيس السيسي خلال الاجتماع على أهم العقبات التي تعترض قطة التنفيذ وواجه بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة مشددا على ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراتي هذه المنطقة والقيمة الأترية والمعمارية بها ما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الدولة لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة توفر جودة حياة مرتفعة لجميع المواطنين